بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مع مقاصد القرآن الكريم معنى مقصد جديد من مقاصد القرآن جاء في صورة نهي يقول جل وعلا ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين يقول جل وعلا في المقصد السابق ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين منهم المعتدين هم الذين يعتدون في الدعاء يعني مثلا لو واحد كده يدعي ربنا ويقول إيه اللهم إني أسألك وحيا كما أنزلت على رسول الله ده تعدي انت بتطلب حاجة مستحيلة واحد يقول اللهم إني أسألك أن ترزقني المعراج إلى السماء ده تعدي ده فيه سوء أدب مع الله جل وعلا لأن هذه الأمور للأنبياء دون غيرهم لكن الإنسان يسأل ربه جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى غير ذلك من الأدعية الواردة في القرآن والواردة في السنة المطهرة المشرفة يبقى الدعاء نعمة عظيمة إننا أتعبد إلى الله بالدعاء إن الله يحب العبد اللحوح ولما تدع ربنا ادعوا الله وأنت موقن بالإجابة سألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة طيب عايز ربنا يستجيب الدعاء كل حلال لما سيدنا سعد سأل سيدنا النبي يا رسول الله أسأل الله أن يجعلني مستجاب الدعوة أو ادعوا الله لي أن أكون مستجاب الدعوة قال له إي سيدنا النبي يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك بعض الناس يلف ويدور ويروح لفلان أنا عايزك تقضي لهذه المصلحة أنا عايزك تتوسط لي عند فلان يا سيد إلجأ إلى الله أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء لذلك رب العزة يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني لو الناس كلها من مبدأ الدنيا إلى منتهاها وقفوا وطلبوا من الله فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا بس انت تبتل إلى الله بالدعاء وتبتل إليه تبتيله انت ادعي ربنا بالليل وبالنهار انت ادعي ربنا زلفا من الليل وطرفي النهار ادعي ربنا أن يستجيب لك أن يصلح لك الحال كان صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء الله جل وعلا في سجوده في خلواته في جلواته يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم يبقى احنا النهاردة معنا مقصد من مقصد القرآن الاول فيه امر والثاني فيه نه الامر الذي معنا ادعو ربكم تضرعا وخفيا والنهي الذي معنا انه لا يحب المعتدي لا تتعدى الحدود في الدعاء ادعو الله بما شئتا ولكن لا تتجاوز لا تطلب أشياء ليست لك